السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة من الحلقات كنت قلت لحضراتكم ان انتخابات الرئاسة المصرية بتعتبر موسم لأهل الشر المعادين للدولة المصرية على مختلف أصنافهم لأنهم بقى بيلقوها فرصة انهم يصدروا الإحباط عند المصريين وتغييب وعي كتير منهم خاصة اللي مش عارفين ألعبهم وفي نفس الوقت استمرار في محاولاتهم لضرب استقرار الدولة المصرية يعني باختصار لما نقول مثلا ان الكونجرس الأمريكي بيدعم أي مرشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي فده مش معناه انهم بيحبوا المرشح ده وعاوزين مصلحته انما ده كره منهم لاستقرار الدولة المصرية ومحاولات إشاعة الفتن فيها بعد ما تكلمنا مبارح عن تأييد ودعم أمريكي للمرشح المحتمل أحمد التنطاوي النهاردة هنرد على بيان البرلمان الأوروبي اللي طالع يهاجم مصر وبرضه بسبب أحمد التنطاوي طبعا كلنا شفنا نص بيان البرلمان الأوروبي حول أحمد التنطاوي وهشام آسم وتقديم مقترح بشأن إصدار قرار بخصوص اللي وصفه البرلمان الأوروبي بانتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وكالعادة البيان تسبب في حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي نص البيان اللي قاله البرلمان الأوروبي كان كالتالي قال إن هشام آسم صوت لبرالي مهم في مصر وناشر ومدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون وكان له دور محوري في تأسيس اتلاف الطيار الحر قبل الانتخابات الرئاسية والطيار ده ضم أحزاب وشخصيات معارضة لبرالية وانتقد السجل الاقتصادي والسياسي للحكومة وتم اعتقاله بتهم التشهير والقدح بسبب منشور على الانترنت بينتقد فيه وزير سابق ورفض دفع ما يعادل حوالي 150 يورو مقابل كفالته وتم القبض عليه في 20 أغسطس الماضي بتهم ممثلة وفي 16 سبتمبر حكمت ضده محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة وبعدها تم الاستئناف على الحكم ده وأجلت المحكمة جلستها لغدا 7 أكتوبر البرلمان الأوروب بيقول إن حقوق الدفاع عن هشام آسم لم تكن محمية بشكل كافي ولم يتم السماح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة وتم حرمانه من حقه في جلسة استماع علنية وتم منع وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور قال كمان البرلمان الأوروبي إن زعيم حزب اليسار النصري أحمد التنطوي واجه هو كمان مضايقات من قبل السلطات المصرية منذ إعلان ترشحه للرئاسة في شهر أغسطس وتم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته الانتخابية ومؤيديه طوال الفترة دي بيان البرلمان الأوروبي قال كمان إن هاتف أحمد التنطوي تم اختراقه باستخدام برنامج تجسس وإن بعد ما تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين في شهر مايو 2022 تم اعتقال ضعف العدد ده منذ ذلك الحين ومازال الألاف داخل السجون بعد ما قال البرلمان الأوروبي المقدمة بتاعته دي بقى هيبدأ يفرض شروطه على الدولة المصرية وبكل بجاحة وقال إنه بيدعو السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام آسم وإسقاط جميع التهم الموجهة ليه ذات الدوافع السياسية وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لزيارته في السجن البرلمان الأوروبي في خطوة سافرة لا تقل وقاحة عن الطلب السابق شدد على أهمية إجراء انتخابات حرة نازيها ذات مصداقية ودعا السلطات المصرية للتوقف عن مضيئة شخصيات المعارضة مثل أحمد تنطاوي وأعلن عن ألو العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر زي ما بيزعم وحث كمان السلطات المصرية على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والتوقف عن خن أصوات المعارضة والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الأشخاص المحتجزين تعسفيا بسبب تعبرهم السلمي عن أراءهم بمن فيهم على عبد الفتاح وعشرين صحفي تانيين وكمان الإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلما زي ما بيقولوا زي مثلا باتريك زاكي كمان دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإثارة انتهاجات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والدعوة للتنفيذ الفعال لنظام الاستخدام المزدود لحماية أصوات المعارضة وغيرها من الطلبات اللي قدمها البرلمان الأوروبي للسلطات الأوروبية مبدئيا يا سيدي خلينا كده نعلق على الموضوع ده في أكتر من نقطة النقطة الأولى البرلمان الأوروبي والبيان اللي أصدره ده مالوش أي قيمة سياسية ولا تنفيذية وده عبارة عن بيان يهدف للشو والفرقاء الإعلامية لا أكتر ولا أقل وده مش كلام إنشائي لكن لأن البرلمان الأوروبي عبارة عن مؤسسة ديكور بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلا آخرها إنها تقدم الاستشارة أو توصيات غير ملزمة للاتحاد الأوروبي وبالتالي هو ما بياخدش قرار ولا بيشارك فيه وآخره يعني كده شوية بيانات زبالة زي الأعضاء اللي فيه وشبه هؤلاء الأعضاء تاني حاجة حضراتكم مش ملاحظين إن أنا مبارح كلمتكم عن بايدن وصحيفة الواشنطن بوست وتصرحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واللي برضو اتكلمت عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والمعارضة وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية وصفقات السلاح للجيش المصري بسبب الإيصة دي؟ فالنهار ده الإعلام الأوروبي بيكمل الإعلام الأمريكي بخصوص الهجوم على مصر وصناعة حالة من الزخم ضد الدولة المصرية وده طبعا مش عايز أقولك إنه جاي بالتزامن مع تصرحات أحمد التنطوي وإعلان ترشحه در القاسة وشوية الحركات اللي بقى بيعملها في الفترة الأخيرة وإن الإعلام الأوروبي بيدي الإعلام الإخوانجي الخطوط العريضة اللي بيشتغل عليها لدعم أحمد التنطوي من خلال مهاجمة القيادة المصرية حاليا وتشويها وبالتالي تلميع الطرف النقيد لها وتكون نتيجة ده بالتالي إنه يحصل تركيز كبير ضد الرئيس السيسي ويتم صناعة ترند من لا شيء زي تصرحات البرلمان الأوروبي كده واللي أكيد إعلام الإخوان هيشتغل عليها الفترة القادمة وهياخدها بقى زي اللي بنا كده في بقه يفضل يشتغل عليها فترة كبيرة لغاية ما يصنعه ترند تاني تالت حاجة التصرحات اللي قالها البرلمان الأوروبي هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية وأعتقد لو دولة عربية أو إسلامية أصدرت مثلا بيان كده طلبت فيه أمريكا بالإفراج عن المعتقلين أو السجناء من أي دولة أخرى بحجة أنهم معارضين سياسيين من أفغانستان أو من العراق أو من سوريا مثلا كانت الدنيا هتقوم ومش هتقعد هناك وكنت بقى هتسمع عن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وتطبيقه على أي حد داخل أمريكا أو خارجها لكن العكس صحيح هم اللي يدخلوا في بلدنا خلي بالك أن نفس الطلبات دي اللي بيطلبها أعضاء تبعين لدول أوروبية بحجة سجن شخص مصري في دولته ما تسويش أي شيء ولا أي انتهاك بتقوم به أوروبا ضد الروس مثلا زي تصدير ذخائر اليورانيوم المنظب للجيش الأوكراني تخيل بقى ذخائر اليورانيوم دي ممكن تبيد حياة كم شخص كل يوم وممكن تساهم في إفساد بيئة قد إيه لكن ده برضو عند الناس دي مش مهم وما فيش عندهم حياة أو حق لحياة الإنسان الروسي أهم حاجة حق المواطن المصري اللي هما يعيني ما بيناموش وألقانين على شانه والغريبة بقى أن فيه لسه ناس مغفلين بيصدقوا الكلام ده أخيرا مين هو هشام آسم ده وإيه فايدته اللي تخلي تكتل زي البرلمان الأوروبية يطلع ويطالب بالإفراج عنه بيشتغل إيه إحنا مش عارفين بل بيطالبوا كمان بزيارته في السجن وإسقاط كل التهم طيب حد يا جماعي فسر لنا اهتمام أوروبا بالشخص ده علشان إيه هل دي معارضة أو بديل للحكم مثلا دي لو ما كانتش خيانة واضحة وصريحة فمش هتكون أي شيء تاني كمان فكرة تأييد البرلمان الأوروبية ده لأحمد التنطاو تخليك متيقن من فكرة عدم صلاحيته إنه يكون حتى مجرد مدير مدرسة فما بالك إنه يكون رئيس دولة وده لو ما كانتش خيانة فهي على الأقل طلب ود الغرب لأن أحمد التنطاو ده لو شريف هو اللي هيطلع ويرفض تصريحات البرلمان الأوروبية ضد مصر وهيطلع يدين تدخل البرلمان ده في شؤون الدولة المصرية مش هيوقف على الهامش كده ويحاول إنه يستغل السقطة دي أنا بطمن حضراتكم إننا في موسم هتزيد فيه الهجمات ضد مصر زي ما قلتلكم في البداية لكن فالله خير حافظة ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها ويوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل خير ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته